موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية بنك صفوة الإسلامي المناصير للزيوت والمحروقات حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس حوالات مالية فورية مجمع الملكة الحسين للأعمال هنا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله أقاتكم بكل خير وصحة نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الأيام القادمة وكما تعلمون هي مصورة من المنزل نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لآخر وأهم محاولة طقس المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة توقعت ببدء تأثير منخفض جوي خماسين ضعيف خلال ساعات الليلة القادمة يستمر في تأثيراته خلال 24 ساعة قادمة ماذا يعني منخفض جوي خماسيني؟ منخفض جوي خماسيني هو عبارة عن منخفض جوي تشكل في الصحراء الجزائري وتحرك شرقا صوبة منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها مناطق بلاد الشام يعمل هذا المنخفض في شقه الأول على ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح وملموس كذلك الحال ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء ثم انخفاض في درجات الحرارة وازدياد في نسب الرطوبة وتراجع تركيز الغبار في الأجواء ربما يترافق أيضا بهطول لزخات محلية خفيفة من الأمطار تكون ذات طابع طيني بفعل ارتفاع منسب الغبار في الأجواء إذن كما نلاحظ معكم من خلال محاورة طقس توقعات بتأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني الضعيف مساء الاثنين وحتى ساعات مساء الثلاثة وصباح الأربعة حيث تعاود الحارة انخفاضها وترتفع نسب الرطوبة إذن هناك تبايع حراري كبير خلال أيام هذا الأسبوع كما هو مبين في المحور الثاني كذلك الحال ارتفاع في تركيز الغبار بين الفين والأخرى ويرافق ذلك نشاط في سرعة الرياح تجدر الإشارة إلى أن هناك توقعات بتأثير منخفض الجوي خماسيني جديد وذلك مع نهاية هذا الأسبوع ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا مباشرة هنا في طقس العرب والتي ترصد حركة السحب من حولنا في المنطقة نلاحظ معكم وجود بعض التشكيلات من السحب متوسطة وعاية الارتفاع في عمومها تنتشر في بعض منطق المملكة هناك يتخلل هذه السحب بعض الخلايا الممطرة وتتسبب وستسبب خلال الساعات القادمة أو الساعات الليلة القادمة بمشيئت الله تعالى بهطول بعض الزخات المحلية الخفيفة من الأمطار في مناطق متفرقة وعشوائية ومحدودة من المملكة ننتقل معكم الآن في استعراض محتويات هذه النشرة الجوية نبدأ معكم باستعراض درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة من الغلاف الجوي في المنطقة نحول أنه كذلك الحال المملكة نراحظ معكم خلال مرور ساعات نهار هذا اليوم الاثنين أنه سيطرع ارتفاع في درجات حارة في هذه الطبقة أي طبقات الغلاف الجوي المنخفضة ذلك يعكس الشق الدافع من المنخفض الجوي الخماسيني يستمر هذا الارتفاع في درجات حارة خلال ساعات نهار يوم غد ثلاثاء كما هو مبين نراحظ معكم هذه الألوان الداكنة والتي تدل على ارتفاع درجات حارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام كما نراحظ معكم خلال مرور ساعات النهارة يوم غد الثلاثاء كذلك الحال نراحظ معكم ساعات مساء الثلاثاء بدأ انخفاض درجات حارة كما تدل هذه الألوان والتي تعكس بدأ انخفاض درجات حارة مقارنة بالتي سادت مع ساعات الليل الثنين على الثلاثاء وصباح الثلاثاء نراحظ معكم دخول هذه الألوان الفاتحة أكثر والتي تعكس انخفاض درجات حارة كما هو مبين حتى ساعات ظهيرة الأربعاء بيوم الشيط الله حيث تنخفض درجات حارة بشكل ملموس مقارنة بنهار الثلاثاء والاثنين لكن لها تبقى قريبة من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام كذلك الحال ترتفع النسب الرطوبة الآن بالانتقال نحو خراءة توقعات هبات الرياح الخاصة بنا هنا في تقس العرب نراحظ معكم من خراءة هبات الرياح بأن هناك نشاطا سيطر على الرياح الجنوبية الشرقية مع ساعات مساء هذا اليوم الاثنين كما هو مبين من خلال هذه الصور هناك نشاط معتدل في الرياح الجنوبية الشرقية مع بعض الهبات النشطة في بعض الماضي يستمر هذا النشاط على هذه الرياح الجنوبية الشرقية حتى الساعات صباح وظهيرة يوم غدا الثلاثاء في حين تتحول مع ساعات بعد ظهر وعصر ومساء الثلاثاء إلى جنوبية غربية إلى غربية بأتزامن مع دخول الشق الأكثر أو الأكثر أتدالا أو الأقل دفئا من المرخفض الجو الخماسي مما يعني انخفاضا في درجات حارة مع ساعات مساء الثلاثاء وساعات صباح الأربعاء كما هو مبين نلاحظ معكم تحول الرياح مع ساعات بعيدة ساعات ظهيرة الثلاثاء إلى جنوبية غربية نتقل معكم الآن لتوقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان نلاحظ معكم الليلة القادمة توقعات بظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة أيضا ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء كذلك الحال الاحتمالية لأن تهضل بعض الزخات الخفيفة ذات الطابع الطيني من المطر حتى في بعض أحياء داخل العاصمة عمان بمشيء نلاحظ معكم درجات حارة منخفضة نوع المال لكنها أعلى من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت العام توقعات الخاصة بثلاثة أيام القادمة كما تحدثنا هناك تباين في درجات حارة ما بين الأيام مثلا خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء تكون درجات حارة أعلى من أو قريبا معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت العام إلى أعلى بقليل أجواء ما إلى الدفع متوقعة من تحول الرياح مع ساعات النهار من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلت السرعة مع بعض الهبات النشطة نلاحظ معكم على ساعة ليل الثلاثة الأربعة انخفاض على الحارة مقارنة بالليلة الماضية كذلك الحال ارتفاع في نسب الرطوبة يستمر هذا الحال نهار الأربعة حيث تقل درجات الحارة عن معدلاتها في مثل هذا الوقت العام بقليل مع ارتفاع في نسب الرطوبة وأجواء مائلة إلى البرودة لكن مع ساعة نهار الخميس تعاود درجات حارة ارتفعها بما شئت الله تمهيدا لتواجد منخفض جوي خماسين جديد سنتحدث عنه في النشرات الجوي القادمة إذن كان كل ذلك من هنا من طقس العرب من المنزل حتى اللحظة إلى اللقاء